فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجهل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي تريد إلينا عبر صفحة القناة أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز ذبح العقيقة بعد صلاة العصر وجزاكم الله خير أقول للأخ السائل بارك الله فيه لعله اشتبه عليه وقت أو أوقات النهي التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها فظن أن هذا النهي يسري حتى على الذبح لا أبدا هذا النهي خاص بالصلاة وخاص كما ورد في بعض الروايات بإقبار الميت يعني صلاة الجنازة وإقبار الميت فيها لكن على العموم هذا أمر لا يتعلق بالذبح أو هذا النهي لا يتعلق بالذبح من قريب ولا من بعيد فيجوز أن تذبح عقيقتك صبحا أو ظهرا أو عصرا أو في أي وقت شئت ونسأل الله لنا ولكم القبول والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول ما حكم من يرتدي سماعات البلوتوث في أذني ويشغل عليها درسا من دروس العلم هل له أن يدخل الحمام بهذا الوضع أم لا أقول للأخ السائل بارك الله فيه يعني لو نزهنا درس العلم ونحن في الحمام يكون هذا أبرأ للذمة وأحوط للدين لأن المكان ليس مكانا للعمل الشريف هو الحمام خاصة ونحن نقصد دائما في قولنا أو تسميتنا الحمام وهو الذي يكون فيه مكان الاستحمام والمرحاض في نفس الوقت غير التسمية القديمة التي كانت تفصل ما بين المرحاض من ناحية وما بين الحمام موضع الاستحمام والارتسال والتحمم من ناحية أخرى فنظرا لأن الحمام في عصرنا أو في بيوتنا أصبح حماما ومرحاضا في نفس الوقت فينبغي أن ننزه دروس العلم أو قريبا منها عن مثل هذه الأماكن ويعني غاية ما يستغلقه الإنسان في الحمام بضع دقائق يعني مش هي التي تؤثر أو تضيع وقت الأخ السائل فتشغله عن درس العلم لكن اجعل هذا من باب الأحوة للدين والأبرع للذمة بارك الله فيك والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة من أجل إصلاح ذات البين فهل يجوز أن نترك أو تترك صلاة الجماعة بسبب طلب العلم يا أخي الكريم هذا قياس مع الفارق الحالة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعالي المدينة ليصلح ذات البين حينما وقعت الوقيع ما بين بعض من الخزرج وبعض من بقية الأنصار رضي الله عنهم من الأوس رضي الله عنهم أجمعين هذا أمر في غاية الخطورة في غاية الأهمية وكان هذا في بدايات بناء الدولة المسلمة وتأسيس الدولة في المدينة وكان من الضروري جدا استقرار الوضع السلم المجتمعي في مجتمع المدينة في بدايات تكوين الدولة وبدايات إنشاء الدولة لأجل هذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين وولى على الجماعة من يقوم مقامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن مسألة طلب العلم طلب العلم وقته مفتوح وطالب العلم الواجب أن يكون هو الأحرص على ما هو أوجب طلب العلم غايته لاستحباب يعني طلب العلم شيء مستحب لأنه مندوب إليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يابتغي فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فغاية ما في طلب العلم لاستحباب لكن إقامة الجماعة كثير من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوه فيها وحتى جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة فالسنة المؤكدة آكد من مسألة الإنشغال بطلب العلم عنها هذا ما أراه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا سأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يقول هل من العلماء المعاصرين السلفيين من يقول بالإعذار بالجهل أقول للأخ السائل بارك الله فيك من العلماء السلفيين بل كل العلماء السلفيين السلفيين هم الذين يتبنوا منهج السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين كتاب الله وسنة رسوله من نحية لكن بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين من نحية أخرى يعني يأخذون الكتابة والسنة بفهم السلف من الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم وطريقهم رضي الله عنهم أجمعين الطبيعي أن من اعتقاد السنة والجماعة من اعتقاد السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى مسألة الإعذار بالجهل سواء كان هذا في الاعتقاد أو كان هذا في الفروع من باب أولى أو في الفقه والأحكام العملية من باب أولى وهم لا يؤلفون هذا الاعتقاد من تلقاء أنفسهم إنما هذا ما وردت به السنة النبوية وما ورد به كتاب الله عز وجل ولعل من أبرز ما يستدل به في هذا المقام حديث معاذ رضي الله عنه ونحن نعلم أن معاذا عليه رضوان الله تعالى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم أمتي بالحلال والحرام وكان من القراء المشهورين الأربعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم فابتعثه سفيرا للدعوة في أهل اليمن وحديثه مشهور يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلى نهاية القصة ونهاية الحديث ومع ذلك هذا الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه لما آت بلاد الشام ووجد أن النصارى يسجدون لبطارقتهم الأساقفة والبطارقة وجد عامة النصارى عامة الشعب من النصارى يسجدون لهم فلما رجع من سفريته هذه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبطش بين يديه ساجدة وقال معاذ في نفسه إن كان هؤلاء يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى منهم بذلك هذا ما ترأى له في ذهنه وما استقر في فهمه رضي الله عنه فبطش للنبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ قال يا رسول الله رأيت في الشام كذا وكذا وحكى له فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد لا ينبغي أن يكون السجود إلا لله عز وجل ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أو الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الفضل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالشاهد أن هذا جزء من اعتقاد السلف رضي الله عنهم أجمعين اعتقاد السنة والجماعة الإعضار بالجهل سواء كان هذا في باب الاعتقاد أو كان هذا في باب العمليات خاصة مع اجتداد الفتن وغلبة الجهل في كثير من بلاد المسلمين يعني هناك كثير من بلاد المسلمين ظهر فيها العلم وهناك كثير من بلاد المسلمين فش فيهم الجهل بالفعل الجهل بالاعتقاد وبغير الاعتقاد أيضا ففي مثل هذه البيئات التي فش فيها الجهل إعذار الناس بجهلهم هذا أمر ضروري كان عليه السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين هذا باستصار طبعا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا سالي يقول مشتر تكلف مالا بالزيادة لاستخراج أوراق الملكية فطلب مالا زيادة على تكلفة الأوراق من أصحاب السيارة فوافقوا هل يصح هذا؟ أي طبعا يعني هو لما ذهب لتجديد الرخصة مثلا رخصة السيارة التي اشتراها من جماعة كذا أو من فلان وجد مثلا وهو يستخرج شهادة الغرامات والأشياء دي فوادت فيها غرامات كثيرة في عهدهم له أن يطالبهم بها؟ نعم له أن يطالبهم بها ولهم أن يوافقوا ولهم أن يعترضوا فإن يعترضوا بحجة أننا بيعنا لك السيارة بحالها وأنت لم تسأل عن شهادة من المرور في هذا الاختصاص فلهم ذلك لأنه ما سألش فعلا ولا طالب منهم شهادة إبراء للسيارة إنما لو سألهم أو طلب منهم هذه التكلفة الزائدة والناس مشكورين وفقوا فجزاهم الله خيرا نعمة ما فعلوا وبالتالي عادي يجوز أنا دفعت ألف زيادة يا جماعة فسددوا له الألف هذا يجوز فوق تمن طبعا يجوز إن شاء الله والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وباركة على النبي محمد وده أخونا السائل يسأل عن الشرب جالسا الشرب جالسا مستحب والشرب واقفا مكروه كراهة تنزيه قال عليه الصلاة والسلام من شرب واقفا فليستقق وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يشرب جالسا لكنه لبيان الجواز في حجة الوداع طلب عليه الصلاة والسلام دلوا من ماء زمزم فشرب منه واقفا ليبين للناس هذه السنة عليه صلوات الله وسلامه فالأصل أن الشرب جالسا مستحب والشرب واقفا مكروه كراهة تنزيه إلا أن يحول حائل بين أن يشرب الإنسان جالسا يعني في وضع الإنسان لا استطيع في أن يشرب جالسا فاضطر أن يشرب واقفا فهذا شيء لا بأس به لأنه لا يعد أن يكون كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا أسال يقول هل يجوز عند الفراغ من صلاة الصبح والجلوس للذكر إلى أول طلوع الشمس أن نصلي ركعتين وهل تعتبر صلاة الضحى صلاة ضحى أو صلاة نفلة أو حسب النية لا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فبعد الوقت اللي بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس وارتفاعها بقدر رمح هذا وقت كراهة أن نصلي فيه وكذلك بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس لكن أي صلاة ممنوعة أو مكروة في هذا الوقت طبعا المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم لكن أعدل المذاهب وأوسطها هو مذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى الذي قال أن الممنوع هو النفل الذي لا سبب له أو النفل المطلق بلا سبب والمشروع كل صلاة لها سبب شرعي كل صلاة لها سبب شرعي على سبيل المثال أنت دخلت المسجد بعد صلاة العصر يجوز أن تصلي تحية المسجد لأنها صلاة مسببة أنت في المسجد بعد صلاة العصر وذهبت لإعادة وضوئك أو تجديد وضوئك يجوز لك في هذا الحال أن تصلي ركعتين سنة الوضوء وهم الركعتين التي وردت ذكرهما في قصة بلال رضي الله عنه بما سبقتنا إلى الجنة يا بلال قال يعني ليس بشيء يا رسول الله إلا أنني كلما أحدثت وضوئا يعني توضأت جددت الوضوء يعني صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي أو قال صليت بهذا الوضوء ركعتين فالركعتين سنة الوضوء في وقت الكرهة جائزة نعم في وقت الكرهة جائزة لأنها صلاة مسببة طيب حضرت صلاة الجنازة في وقت ما بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب نصلي الجنازة نعم يجوز أن نصلي الجنازة لأنها صلاة مسببة ولأن الجنازة لا تحتمل أن تتأخر هذا الوقت فيما بين العصر إلى المغرب الشاهد أنت جلست بعد صلاة الصبح لأذكار الصباح عملا بالحديث المشهور من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة 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 أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكنك إن جلست إلى الشروق وما بعده حتى ترتفع الشمس بمقدار رمح أو رمحين حتى تصلي صلاة الدحى فهذا أمر طيب مشروع إنما لو أنك أردت أن تصلي ركعتين انتهيت من الأذكار لكن باقي وقت على الشروق وقلت أقوم أتنفل بركعتين هاتان الركعتين التي تريد أن تتنفل بهم نافلة غير مسببة ليس لها سبب شرعي لا هي سنة ودوء ولا هي تحية مسجد ولا هي صلاة جنازة ولا هي لها سبب مشروع إنما هذا يدخل في باب النفل المطلق الذي ينطبق عليه النهي الوارد عن النبي عليه صلوات الله وسلامه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول عندي مصنع أنتج فيه بعض الضروريات وإذا حل موعد زكاة مالي فأحيانا لا تكون السيولة متوفرة فهل يجوز في هذه الحالة أن أخرج زكاة المال للفقراء في صورة بعض من منتجات المصنع وهي منتجات ضرورية لحياتهم نعم إذا كان الحال كما وصفت في السؤال أنه حل عليه موعد رأس الحول الذي يدفع فيه زكاة مالي فتفاجأ بأن السيولة غير متوفرة وده شيء طبعا يعني كثير من الناس تشتكي منه قلة السيولة أو ضعف السيولة أو عدم وجودها أصلا وهو قد حل عليه موعد دفع الزكاة فهل في هذه الحالة يجوز أنه يخرج مطعمات مثلا من المصنع اللي هو مثلا بينتج مثلا مثلا مضرب للرز ممكن أطلع زكاة مالي في هذا الحال اللي هو وارث في السؤال إن ما في السيولة والموعد حل خلاص أطلعها للفقراء منتجات لا يستغنون عنها بل هي من ضرورات حياتهم أو رجل عنده محل ملابس وحل عليه موعد زكاة مالي ولا يجد سيولة لأداء الزكاة فهل يجوز أن يخرج الزكاة حينئذ من الملابس التي ينتجها في مصنعه أو يبيعها في محله نعم يجوز لا يكلف الله نفسا في هذه الحالة إلا وسعها يعني لا نستطيع أن نكلفه روح استلف واقترض حشان تؤدي زكاة مالك لعدم وجود السيولة إنما هو إن أخرجها من منتجاته ومنتجاته أو مبيعاته من الضرورات التي لا يستغني عنها المريض لا يستغني عنها الفقير في حياته فإن هذا أمر لا بأس به والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل باركا لو فيه يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوج ابنتي لأنه فقير ودخله لا يكفيه حتى عشرة أيام من الشهر أقول للأخ السائل باركا لو فيك نعم يجوز في مثل الحالة التي ذكرت في سؤالك إن زوج ابنته عنده دخل لكنه لا يكفي يقول لا يكفي حتى تلت الشهر وبالتالي هو فقير مصنف فقير ومصنف مسكين فهل يجوز أن يعطيه زكاة مالي نعم يجوز أن يعطيه زكاة مالي وهو أولى في هذه الحالة من غيره لأنه قريب والصدق على القريب صلة وصدقة صدقة وصلة وهو أيضا يعني يعني زوج البنت في هذه الحالة هو إكرام لابنته وتعفيف لزوجها إنه يسأل أو يستلف أو يقترض أو شيء من هذا القبيل إذن يجوز أن تعطيه زكاة مالي ما دام هذا الرجل ثقيرا لا يكفيه دخله بقية الشهر وهو أولى من غيره والله عز وجل في كتابه يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابنتنا السائلة تقول الزوج حلف يمين الطلاق علي ألا أذهب إلى المكان الفلاني لكن بعد فترة اضطريت اضطرارا أن أذهب إلى هذا المكان مع علمي بيمين الطلاق التي صدرت من الزوج فهل يقع الطلاق بهذا وماذا على الزوج حينئذ يمين الطلاق من الأيمانات المحرمة اللي هو قول الرجل علي الطلاق من تريحه علي الطلاق من تأعده علي الطلاق من تشربه من تأكله فهذه اليمين يمين خاطئة ومحرمة ليه يمين خاطئة ومحرمة لأنها يمين بغير الله عز وجل هي حلفان بغير الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فمنع النبي الحالف بغير الله عز وجل ومنه الحالف بالطلاق فلكنه مع ذلك الزوج أجراه مجر اليمين بنيته ففي هذه الحالة التي أوقعت الزوجة يمين الزوج يعني خلفته واجب على الزوج أمرين الأمر الأول التوبة التوبة يعني الندم على صدور هذه اليمين منه لأنها يمين محرمة بغير الله عز وجل التوبة تشمل الندم على ما سبق والعزم الأكيد على عدم تكرار هذه اليمين مرة أخرى وتشمل أيضا كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الشيء المحرم أو هذه اليمين المحرمة ثم الأمر الثاني على الزوج كفارة اليمين وكفارة اليمين في كتاب الله عز وجل إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة طيب من لم يجد من لم يستطع من لم يجد ومن لم يستطع فعليه بالصوم ثلاثة أيام قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وهذه اليمين في جملتها لا يقع بها الطلاق والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام نحن الآن على موعد مع يعني انقطاع يسير عن حضراتكم فاصل قصير بإذن الله تعالى سنعود بعده فانتظرونا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول أريد أن أتعلم العلوم الشرعية فمن أين أبدأ وبما تنصحني بارك الله فيكم أقول للأخ السائل بارك الله فيك هذا سؤال طيب ومهم جدا ونحن في زمن نحتاج فيه جدا إلى همة عالية في طلب العلم الشرعي لأن طلب العلم الشرعي من أفضل القربات عند الله عز وجل ومنذ قليل كنا نذكر قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من النماذج والأمثلة عالية الروعة فائقة الروعة في همتهم العالية في طلب العلم على سبيل المثال أبو هريرة رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل الشهير عليه رضوان الله تعالى جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله شوف السؤال الذكي من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لقد علمت يا أبا هريرة أن أحدا غيرك لا يسألني هذا السؤال لما رأيته أو علمته منك من الحرص على طلب الحديث من الحرص على طلب الحديث هل شوف النبي بيزكيه ويشهد له بأنه كان من أحرص الصحابة على طلب وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبا هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول كان إخواننا شغل إخواننا الأنصار شغلتهم أرضهم وحقولهم أو زرعهم وإخواننا المهاجرون شغلهم الصفخ بالأسواق والعمل بالتجارة وكنت أنا لو أبا هريرة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني فأحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون وأحفظ ما لا يحفظون أو كما قال أبا هريرة رضي الله عنه فعلا كان عنده وقت لم يكن مرتبطا بعمل رضي الله عنه لا عنده أرض ولا عنده تجارة عليه رضوان الله تعالى وكان من مشاهير أهل الصفة رضي الله عنهم أجمعين فكان يستفيد بوقته الوفير في ملازمة النبي البشير النذير عليه صلى الله وسلم طلبا لسماع الحديث وطلبا لحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان يقول عن نفسه كما في صحيح البخاري أيضا في كتاب العلم ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا ودي حقيقة إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب يعني لم يكن أحد متميزا في سماع الحديث ولا في حفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أبدا من الصحابة وأكثرهم حفظا وحرصا وسماعا وحضورا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن العاص وأقل منه حفظا إنما كان متميز عبد الله بن عمر في أنه كان يكتب وأبو هريرة كان لا يكتب فعبد الله بن عمر بن العاص من همتي كان يعتمد على حفظ الكتابة لأنه كان كاتبا أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان رجل يعتمد على حفظ الصدر كما يقول علماء الحديث حفظ الصدر وحفظ الكتابات حفظ الصدر تميز في أبو هريرة جدا رضي الله عنه وحفظ الكتابة تميز فيه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه همم عالية جدا في سماع الحديث وطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أيضا من حرصهم وهمته من عالية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحب له من الأنصار كان يتبادلان العمل في أرض لهم في أعالي المدينة فعمر يعمل يوما وينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يسمع يوم كامل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ليعلم صاحبه من الأنصار اليوم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عمر يعمل في الأرض والصحابي من الأنصار ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع يوما كاملا من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيحدث بما سمع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا عمر يفوته يوما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنصار كذلك يفوت شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك من الهمة والحرص على طلب الحديث رضي الله عنهم هؤلاء الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى وبلغ منهم أنهم كانوا يكثرون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا لهم من مسائل يعني هو مفتيهم وهو معلمهم رضي الله عنهم أجمعين حتى النساء كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه وشفنا في القرآن الكريم يسألونك عن الشهر الحرام قتال في يسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط يسألونك يسألونك كثيرا في القرآن الكريم 14 موضعا أو 15 موضعا يسألونك 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 من اللي يسألونك دول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يسألوا والسؤال والجواب من أميز الطرق في طلب العلم السؤال والجواب طريقة السؤال والجواب من أميز الطرق وأكثرها فائدة في طلب العلم فهكذا كانت همتهم رضي الله عنهم أجمعين حتى أنهم كانوا يسألون عما يستحي منه يعني علي بن أبي طرر رضي الله عنه يقول كما في الصحيح كنت رجولا مذاء يعني كثير نزول المذ أو خروجه فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأن زوج بنته زوج فاطمة رضي الله عنها فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضع يعني حتى الأمور اللي يستحي منها في بعض الأحيان هم لم يكونوا يستحيون في طلب العلم أبدا رضي الله عنهم أجمعين حتى المرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت وسيدة عيشة رضي الله عنها خلف الباب تسمع وهي مستحية جدا ويعني تقول لقد فضحتي النساء يا أم سلمة على حسب ما أذكر أم سلمة تقريبا هي التي سألت هذا السؤال وكانت تقول في نفسها أو يحتلم النساء يعني هي النساء تحتلم كما تحتلم أو يحتلم الرجال نعم الاحتلام أمر فطري للرجال وللنساء على حد سواء للمسلم وللكافر على حد سواء للبر والفاجر على حد سواء وبالمناسبة ملوش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد لا بالجن ولا بالعفريت ولا بالحسد ولا بالعين ولا بالسحر ولا بالعمل ولا الكلام ده لأنه هناك من بعض الناس من يختلط عليه الأمر ولو اشتكى له الشاكي ولا الشاكية أنه بيحصل له كذا وكذا في النوم يعني اللي هو الاحتلام فتجد التصفيص العاجل والسريع والمبدئي أنه ده يعني متزوج من الجن معشوق ده سحر عشق ولا مس عشق ولا كلام اللي بعض المعالجين هذانا وهذاهم الله عز وجل يروجونه في الناس وهي خرافات ما أنزل الله بها من سلطان يعني هي كانت أم سلمة ملبوسة من الجن معشوقة من الجن رضي الله عنها طيب هي كانت معشوقة من الجن ومش عارفة طيب هي كانت معشوقة من الجن ولما عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يشخصها معرفش يعني صلى الله عليه وسلم حاشا طيب هل هي معشوقة من الجن وكان النبي عرف حالتها لكن لم يخبرها قصر في إخبارها وعلاجها ومداواتها عليه صلى الله عليه وسلم كل الكلام ده طبعا حاشا حاشا صلى الله عليه وسلم إنما مسألة الاحتلام أمر فطر وكان الصحابة لا يستحيون أن يسألوا عن مثل هذه الأمور وكانت برضو تأتي وتسألوا عن دم الحيد والاغتسال من الحيد وتسألوا عن الاستحاضة وكيفية التعامل مع الاستحاضة كل ده لم يمنع الرجال والنساء أن يسألوا أن يتعلموا أبوابا من الفقه وأبوابا من العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضروري جدا الاهتمام بطلب العلم وضروري جدا أن تكون الهمة عالية في طلب العلم أولا طلبا للقرب من الله عز وجل وللأجل والثواب عند الله والمنزل والرفع عند الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قطعا لا يستوي هذا مع ذاك وفي نفس الوقت عشان يفقه ويتعلم دينه ويعلم غيره خيركم من تعلم القرآن وعلمه هكذا قال النبي عليه صلوات الله وسلام وقال إن يهدي الله بك رجلا وحدا خير لك من حمر النحن ممكن كلمة أنت تنصح بها أو مسألة ترشد إليها مسترشد أو مستفت أو سائل فينتفع بها فيكون هذا في ميزان حسناتك طيب كيف أطلب العلم الأصل أن يكون طلب العلم مشافهة مباشرة على يد الشيخ هذا إن وجد الشيخ الذي تتاح بين هديه حلقة من حلقات العلم والتدريس يمكن أن يكون هذا عن طريق النت عن طريق مثلا قنوات المشايخ على التليجرام أو على الواتس أب مثلا أو على غيرها أو على المواقع المشهورة في العلوم الشرعية ممكن أن يكون هذا عن طريقهم وهذه طريقة الآن متاحة ولله الحمد ويمكن أن تكون فيها مشافهة أيضا حتى مع الشيخ أثناء القاء الدرس أو عقيب القاء الدروس ويسأل الطالب والشيخ يجيب مباشرة سواء عبر الهاتف أو عبر البث المباشر أو شيء من هذا القبيل إذا لم تتيسر حلقات الدروس في المسجد وفي نفس الوقت الإنسان يواظب على القراءة وطلب العلم من الكتاب وما يستشكل فيه من الكتاب يرجع فيه إلى الشيخ مثلا على سبيل مثال لابد أن يبدأ طالب العلم أولا بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا تجويدا يعني القراءة الصحيحة حسب قواعد التجويد والترطيل حفظا وتجويدا والاطلاع على ما تيسر من تفسير القرآن الكريم هذا أساسي جدا ثم اللي بعده مباشرة باب الاعتقاد يشوف كتاب مبسط فيه اعتقاد السنة والجماعة اعتقاد السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين والكتب في هذا الباب كثيرة بعد كده يشوف له كتاب في الفقه العملي ضروري جدا ودول الأساس الأسس الثلاثة في طلب العلم القرآن وما يتعلق به من التفسير الميسر الاعتقاد من كتاب من معتقدات السلف أو عقائد السلف رضي الله عنهم أجمعين والكتاب التالي كتاب في الفقه العملي ضروري جدا هذه العلوم الثلاثة يعني يهتم بها الإنسان على رأس اهتماماته في طلب العلم لا يمنع بعد ذلك أنه يستزيد في العلم السيرة والتاريخ الإسلامي لا يمنع بعد ذلك الاستزادة في علم اللغة العربية ومجتملاتها لكن الأساس هي العلوم الثلاثة الأصلية الأولى ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى طلب العلم النافعي وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح له ولي ذلك والقادر علي وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أيها الأحبة الكرام وقت حلقتنا قد انتهى أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع شكري موصول لحضراتكم وشكري موصول لفريق العمل جزى الله الجميع خيرا وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اشتركوا في القناة